صرخة أم مكلومة بفقد ابنها تتكلم مع صوره تحتضن ما كان يرتديه وتقول فأحمد سائق تكسي تعرض لخمس طعنات أثناء تسليبه ليلى على سريع مطار المثنى ببغداد عند محاولة هروبه من العصابة دهسته مركبة مسرعة والقصة بتفصيلاتها على لسان ذويه نعم طعن خمس طعنات ثنين بالكيات ووحدة بالورك ووحدة بروكوبته ووحدة براسة السياد لي براسة مأذيت أكثر تنازف دم منايم بالشارع الحاصل فهو من طلع صار الحادث نطعني يجي عبر الشارع لسايدة الثانية فيجي واحد أبو شارجر يجي ضاربا نهاق خلصة يعني كسر أي هو التسليب بعد الحادثة بدأ والد أحمد بالتحرك على قضية ابنه عله يتمكنوا من الوصول إلى العصابة رغم أنه لم يستفق من هول صدمة بعض كحال أم أحمد وهذا ما جعلهم يناشدون ويطالبون بحق ابنهم أريد دم كل شيء ما أريد صح ما يبرد قلبي بس أريد دم ويرخوش ولده ما محتدى على أحد يوم طلع يشتغل عين هذا بو المقرود طالب الحكومة رئيس الوزراء وزارة الداخلية وزير الداخلية بأنه يطلعون حق هالناس المظلومة لأنه إلى متى راح يظل هذا الظلم والجرم بالناس الأبرياء والتسليب عودة عصابات التسليب لممارسة جرائمها ليلى أمر مقلق رغم الخفاض معدلات تلك الجرائم وجريمة تسليب أحمد إشارة للجهات المعنية من أجل تكثيف جهودها أمام عودة تلك الجرائم وسقوط ضحايا جدد على يد هذه العصابات من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير